تستمر لعبة القط والفأر التي تمارسها واشنطن مع ميليشيا الحوثي وتدخل المسرحية فصلا جديدا عنوانه العريض الإفراج عن رهائن أمريكيين تحتفظ بهم كورقة رابحة تستخدمها كلما ضاقت الخيارات أمامها منذ بداية الأزمة اليمنية وقفت واشنطن في المنطقة الرمادية فيما يتعلق بالموقف من ميليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين ولعل قرار مغادرة الطاقم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية للعاصمة صنعاء بعيد سقوط العاصمة سحب نفسه على مجريات الوضع السياسي والأمني في اليمن خلال أكثر من عامين لم تنقطع قيوط التواصل بين واشنطن وبين ميليشيا الحوثي عبر الوسطاء العمانيين حينا وعبر نوافذ أخرى مباشرة وصلت لدرجة التقاء ممثلي وفد الحوثي بقيادة رفيعة في الخارجية الأمريكية كان أبرزهم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مثلت مسقط بالنسبة للحوثيين الدور ذاته للرياض الذي تلعبه بالنسبة للحكومة الشرعية وغالبا ما استخدمت مسقط كأرضية للقاء الوفود السياسية وانطلاق تحركاتها الدبلوماسية إلى بقية دول العالم خلال الأسبوع الماضي طفت على السطح أزمة بين الطرفين إثرتها مواشنطن لميليشيا الحوثي باستهداف إحدى بارجاتها العسكرية في منطقة باب المندب قبل أن تتراجع اليوم وتشكك في صحة الهجمات التي تعرضت لها السفينة وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق الحوثيين لاثنين من الرعاية الأمريكيين كانا محتجزين في صنعاء لم تكتفي واشنطن بالنفي بل أشارت لاحتمال تعرض الرادار لخلل فنين أدى لظهور تحذيرات غير صحيحة عن حوادث الاستهداف وسارع وزير الخارجية الأمريكي جونكيري للحديث عن جهود دبلوماسية مكففة أسفرت في نهاية المطاف للإفراج عن الأمريكيين المختطفين ولم ينسى أن يتمن الجهود العالية التي بذلتها مسقط في عملية الإفراج عن مواطنيه الانفراج السريع في العلاقات بين ميليشيا الحوثي والمخلوع وواشنطن جاء متزامنا مع عودة وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع العالق منذ أكثر من شهرين في مسقط وبالرغم من الانسداد السياسي الحاصل في الملف اليمني وتوقف أخبار المبعوث الأممي خلال الأيام القليلة الماضية شهدت العاصمة السعودية الرياض تحركات محمومة من قبل وزير خارجية بريطانيا انتهت في نهاية المطاف للإعلان عن إقرار التحالف بمسؤوليته عن حادثة قصف صالة العزاء وتمخضت أيضا عن تبني بريطانيا لقرار سيعرض على مجلس الأمن ينص على وقف عمليات التحالف في اليمن وهو ما يشير إلى دخول الأزمة اليمنية مرحلة جديدة من التعقيدات خصوصا مع السمرار تصلب مواقف الميليشيا والحديث عن استلامها دفعات جديدة من الأسلحة من الجانب الإيراني